اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاقتصادية وجميع الاوقات الظاهرة امامكم هي بتوقيت مكة المكرمة اذا اخواني العزاء لدينا اليوم الاثنين اجازة وعطلة رسمية بسبب عيد الفصح في اغلب دول الاتحاد الاوروبي وسوف يكون لدينا خبر وحيد على دولار النيوزلندي وهو احديث رئيس البنك النيوزلندي سيد اور ومن ثم يوم الثلاثاء سوف يكون لدينا بيانات هامة على الدولار الاسترالي وهو محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية وعلى الدولار الامريكي سوف يكون لدينا تصاريح البناء ومن ثم يوم الاربعاء سوف يكون لدينا على الدولار الكندي مؤشر اسعار المستهلكين وعلى الدولار الامريكي مبيعات المنازل القائمة ومخزون النفط الامريكي الخام ويوم الخميس سوف يكون لدينا حزمة من البيانات الهامة أهمها على الدولار النيزلندي وهو مؤشر أسعار المستهلكين وعلى الدولار الاسترالي مبيعات التجزية وعلى اليورو مؤشر أسعار المستهلكين ومن ثم سوف تكون حزمة من البيانات الهامة على الدولار الأمريكي أهمها معدلات الشكاوة من البطالة ومؤشر فلادلفيا للصناعات التحويلية وأيضا سوف يطل علينا السيد جيرنباور الرئيس الاحتياطي الفيدرالي بخطاب مهم في يوم الخميس وأيضا سوف يطل علينا في حديث وهو السيد بيلي محافظ بنك إنجلترا وهناك خطاب آخر للسيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي وإذن سوف يكون لدينا يوم حافل بالبيانات الاقتصادية والخطابات في يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من إبريل من العام 2022 إذن أخواني الأعزاء يوم الجمعة سوف يكون لدينا بيانات هامة أيضا على الجنيه الاسترليني وهي مبيعات التجزئة مؤشر مديري المشتريات المركب والصناعي والخدمي وعلى اليورو أيضا سوف يكون لدينا مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني ومن ثم سوف يكون لدينا على الدولار الكندي مبيعات التجزئة وسوف يكون لدينا أيضا خطاب للسيد اللاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي وأيضا سوف يطل علينا السيد بيلي محافظ بنك إنجلترا بخطاب هام تختتم من خلاله البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة التحليل الفني ونبدأ بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونشاهد أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في ظل المسار إيجابي صاعد يتداول أعلى مدعوما بتداولات إيجابية على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ومن خلال النظرة الفنية الأسبوعية نتحدث بنظرة تدل على التحركات على المدى المتوسط وليس على المدى القصير اللحظي حيث أننا نلاحظ أن الأسعار حاليا تقترب من مستوى هام جدا وهو مستوى 100.450 وإذا نجحت الأسعار بتأكيد اختراق المقاومة الثانوية المذكورة سوف نشاهد امتداد لمكاسب الدولار الأمريكي وقد نشاهد قوة عارمة للدولار الأمريكي يصعد من خلالها المؤشر إلى مستويات المائة واثنين كهدف رئيسي أسبوعي خلال التداولات الحالية في الأسبوع الحالي وشرط استمرارية السيناريو الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي ثبات الأسعار أعلى مستوى 99.400 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار هو الآخر لا يزال يتداول في ظل نطاق سلبي هابط متعرضة للضغوط البيعية أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات دون مستوى 1.08250 تدل على المزيد من السلبية وإذا استمرت التداولات دون المقاومة المذكورة قد نشاهد هبوط الأسعار صوب مستوى 1.07000 و 1.06500 كأهداف أسبوعية خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة السلبية لزوج اليورو دولار هو ثبات الأسعار أدنى مستوى 1.09700 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أن زوج الباوند دولار حتى اللحظة يحاول بناء مراكز شرائية ولكن لن يستطيع الزوج التحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 1.31650 واستمرارية التداولات دون المستوى المذكور ودون المقاومة المذكورة قد يعيد الأسعار مجددا تحت التعرض للضغوط البيعية والذي إذا نجحت بكسر مستوى 1.29800 قد نشاهد دخول الزوج في ظل الضغوط البيعية الذي قد تهوي به إلى مستويات ما دون 1.28000 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة مدعوما بالتداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وثبات الأسعار أعلى مستوى 125.500 قد يقود الأسعار لتحقيق مكاسب قد تصل إلى مستويات تاريخية بالقرب من مستويات 128 و130 خلال التداولات القادمة بإذن الله إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد أن الزوج لا يزال يتداول في ظل أفضلية للدولار الأمريكي محاولا الدولار الأمريكي استعادت مكاسبه السابقة الذي تم محوها في وقت صدور خبر الفائدة على الدولار الكندي الأسبوع السابق وحتى اللحظة لن يستطي الزوج العودة إلى المسار الصاعد بقوة إلا باختراق مستوى 1.26.500 والذي إذا نجحت الأسعار باختراقه سوف نشاهد امتداد لمكاسب الدولار الأمريكي صوب مستويات 1.27.400 و1.28.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري وتقترب الأسعار من منطقة مقاومة هامة جدا وهي مستوى 0.94.300 حيث أن اختراق المقاومة المذكورة وتأكيد هذا الاختراق بناء على قاعدة السلوك السعري سوف يمنح زوج الدولار فرانك دفع إيجابية قوية قد يصل من خلالها إلى مستويات 0.94.800 و95.500 خلال التداولات القادمة شرط استمرارية السيناريو الإيجابي هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 0.93.600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون وهناك محاولات لا تزال قائمة منذ الجلسة السابقة والأسبوع السابق بالقرب من مستوى 165 والذي تحدثنا عنها في التحليلات السابقة كنقطة المحور ونقطة البايفت حيث أن اختراق المقاومة المذكورة سوف يمنح زوج الباونديان قوة إيجابية ويدخله مسار صاعد قوي جدا قد يصل به إلى مستويات 170 و176 على اللونغ تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الزوج يتعرض لضغوط بيعية شديدة طوالما هو يتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ودون مستوى 0.75 ألف وتقترب الأسعار حاليا من مستوى دعم هام جدا وهو مستوى 0.73 ألف وسبعمائة والذي إذا نجحت التداولات بكسر هذا الدعم سوف نشاهد امتداد لخسائر الدولار الاسترالي وزيارة مستويات 0.72 ألف ومائتين وقد نشاهد مستويات 0.7 ألف وخمسمائة على اللونغ تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونحب أن نوضح بشكل عام أن الزوج على اللونغ تيرم لا يزال التداول تمحور الأسعار وتذبذبها حول المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم يدلل على العرضية ولن نشاهد انطلاقة فعلية لزوج الدولار الليرا تركية وتحركات قوية إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية التي تحدثنا عنهم حاليا وتشاهدونهم على الرسم البياني إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية ونشاهد أن الدولار كورونا السويدية يحاول العودة مجددا إلى الزخم الإيجابي الصاعد محاولا بناء مراكز شرائية على المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وعلى مستوى التسعة ونصف وإذا نجحت الأسعار بالثبات أعلى مستوى التسعة ونصف قد نشاهد محاولات الاستهداف العشرة والعشرة ونصف خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية الإيجابية هو بناء مراكز شرائية وثباتها على مستوى التسعة ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال البيتكوين يتعرض إلى ضربات متتالية سلبية مع قوة الدولار الأمريكي وحتى اللحظة استمرارية التداولات للبيتكوين دون مستوى 43 ألف دولار قد يؤدي إلى تراجعات شديدة خلال الأسبوع الحالي من خلالها قد نشاهد البيتكوين يهوي إلى مستويات 38 ألف دولار وقد نشاهد مستويات 33 ألف دولار في حال لم يستطع إيقاف هذا النزيف والعودة مجددا أعلى مستوى 43 ألف دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل ونلاحظ أن الريبل هو الآخر لا يزال يقترب من منطقة دعم هامة جدا نلاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم يلتحم مع مستوى 73 سنت إذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى 73 سنت قد نشاهد محاولات للصعود والتحرر من الضغوط البيعية أما كسم مستوى 73 سنت والتداول دونها قد يقضي على آمال الريبل ويهبط بها إلى مستويات 55 سنت إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونبارك لكم تحقيق أهداف الذهب في التوصية الذي تم نشرها على خدمة البرودكاست المجانية ولمن يتساءل عن كيفية الاشتراك في خدمة البرودكاست المجانية تجدون في صندوق الوصف رقم الواتساب وفي التعليقات رقم الواتساب يتم إرسال رسالة لطلب الانضمام في خدمة البرودكاست المجانية وتصلكم رسائل بكل ما يهم أحداث الأسواق المالية من ملخصات وتقارير وتوصيات خاصة بالسلع والمؤشرات وغيرها من الخدمات المجانية المقدمة للمتداولين والمهتمين في الأسواق المالية ونعود إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب حيث أن الأسعار حتى اللحظة لا تزال تؤيد وتدعم الذهب بتداولات إيجابية وإذا نجحت أسعار الذهب باستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وتأكيد اختراق مستوى الـ 1975 دولار للأنصة الواحدة بناء على قاعدة السلوك السعري قد نشاهد محاولات لمغازلة مستويات الـ 2000 دولار للأنصة الواحدة وقد نشاهد على مستوى الـ 2022 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ولا تزال تداولات الفضة تتصف بالعرضية طوالما أن الأسعار لا تزال تتأرجح صعودا ومبوطا في ظل القناعة العرضية المحصورة ما بين مستوى 26 دولار و 24 دولار ولن نتوقع مسار واضح وصريح للفضة حتى يتم كسر أو اختراق أحد أطراف القناعة العرضية الماثلة أمامكم على الرسم البياني وطوالما أن الأسعار محصورة بداخل هذه القناعة نتوقع أن تستمر الأسعار صعودا وهبوطا ما بين الدعم والمقاومة الماثلان أمامكم على الرسم البياني إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ومع اجتداد الأزمة والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا نشاهد هناك بعض من الأخبار التي أدت إلى صعود النفط الخام وإلى صعود الغاز ولكن حتى اللحظة ثبات أسعار النفط الخام أعلى مستوى المئة الدولار للبرميل الواحد قد تقود الأسعار إلى تحقيق المزيد من المكاسب وتحقيق مستويات 111 دولار للبرميل الواحد كهدف على الشورتيرم وقد نشاهد أهداف على اللونغ تيرم بالقرب من مستويات 125 دولار للبرميل الواحد ويشترد تحقق هذه النظرة الإيجابية واستمراريتها هو ثبات الأسعار أعلى مستوى المئة الدولار للبرميل الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونبارك لكم أخواني لعزاء تحقيق الأهداف الذي تحدثنا عنها سابقا وهي مستوى 7 دولار ونصف وحتى لحظة استمرارية تداولات الغاز الطبيعي على مستوى 7 دولار لا زال يقود الغاز الطبيعي إلى تحقيق مستويات قياسية بالقرب من مستويات 8 دولار والتسعة دولار وقد نشاهد مستوى العشرة دولار وفاصل عشرون سنت خلال التداولات القادمة كأهداف متتالية على اللونغ تيرم ويشترط لاستمرارية النظرة الإيجابية للغاز الطبيعي الحفاظ على مكاسب الغاز الطبيعي على مستوى 7 دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وحتى اللحظة نشاهد أن مؤشر الداو جونز لا يزال يتداول أدنى خط الاتجاه الهابط ويتداول في ظل قناة هابطة وحتى اللحظة استمرارية تداولات الداو جونز دون المتوسط المتحرك ودون مستوى 34600 قد يخلق فرصة على تستهدف مستوى 34000 و33000 خلال التداولات الأسبوعية ويشترط لاستمرارية النظرة السلبية لمؤشر الداو جونز هو ثبات الأسعار دون مستوى 35150 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونلاحظ أن مؤشر الداكس والآخر يتحرض لضغوط بيعية واستمرارية تداولات الداكس دون مستوى 14400 دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد يقود الداكس إلى تداولات سلبية قد تهوي به إلى مستوى 13500 وقد نشاهد 12800 خلال اللونج ترم ولن يتوقف نزيف الداكس إلا باختراق مستوى 14400 ثبات أعلاها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SP500 وهو الآخر يقترب من منطقة دعا مهامة جدا وهي مستوى 4380 وإذا نجحت الأسعار بتأكيد كسر مستوى 4380 قد تخلق فرصة بيعية للSP500 تستهدف مستويات 4275 و 4150 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الSP500 التحرر من هذه الضغوط البيعية إلا إذا نجحها بالعودة على مستوى 4470 إذن أخواني لعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أيضا أن مؤشر النازدك يفقد المكاسب الذي حققها في الجلسات السابقة ويتعرض لضغوط بيعية تؤدي به إلى الاقتراب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 134550 وإذا نجحت التداولات بكسر هذا الدعم المشار إليه قد نشاهد نزيف النازدك يستمر إلى مستويات 12400 وقد نشاهد مستويات 11000 على اللونغ تيرم ولن يقف نزيف النازدك إلا إذا نجحت الأسعار بالعودة مجددا أعلى حاجز 15000 والذي يمثل مستوى الحاجز النفسي لمؤشر النازدك الأمريكي إذن أخواني لعزائي لهنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية أتمنى لكم تداولات طيبة وأشكركم لحسن الاستماع وفي أمان الله